اكتشاف مظلم يسلط الضوء على فترة هامة من تاريخ الطب البشري فهذه العظام هي جزء من رفات اكتشفت في مقبرة جماعية عام 2006 تقوم فكرة المعرض على اكتشاف حفري لمقبرة قبل ستة أعوام في مستشفى لندن الملكي في وايتشافل وتضم اكثر من 260 مدفنا لأشخاص مثل صاحب هذه الروفات تم تشريحهم بعد موتهم حيث تظهر في بعض اجزاء جسده وجمجمته اثار جروح قطعية للتشريح كما تضم المقبرة حيوانات تم تشريحها مما اعطانا فكرة عن الية عمل المستشفيات في القرن التاسع عشر وتظهر المعرضات التي تعرض لأول مرة قسوة التشريح والعمليات الجراحية التي كانت تجرى في بدايات القرن التاسع عشر فمن كان يتعرض لكسر في العظم مثلا يعالج ببتر الجزء المكسور ومن دون مخدر أو مطهر وإذا ما شفي من البلبر فإن الموت مصيره في معظم الأحيان بسبب الالتهاب أو النزيف الحاد كما يضم المعرض بعض الوسائل التوضيحية مثل الفيديوهات والتماثيل الشمعية إضافة إلى الأدوات التي توضح كيفية إجراء عملية التشريح آنذاك هل لك أن تخبرين أكثر عن الموجودات في هذا المعرض وكيف يمكن الاستفادة منها في أطب الحديث في عصرنا هذا؟ محور هذا المعرض هو المواد الأثرية الموجودة فيه فهنا تعرض كل الأدوات التي وجدت في الحفرية وكانت تستخدم في المستشفيات العاملة في القرن التاسع عشر مما يزودنا بمعلومات عن الأمراض التي كانت منتشرة وطريقة معالجتها إضافة إلى ما وجدناه من جروح قطعية في الروفات والجماجم التي تفسر كيفية قيامهم في التشريح آنذاك هذه الروفات تفسر وجود حاجة ملحة في ذلك الوقت إلى تطور علم التشريح من أجل ممارسة رحيمة وسريعة للعمليات الجراحية وذلك من خلال دراسة جسد الإنسان بشكل تفصيلي فالدقة وطرعة كانت مطلوبتين بشكل زاد من شغف الأطباء في فهم ودراسة جثة إنسان حقيقية لكن تلك الحاجة لم تلبى بشكل كاف بسبب رفض المجتمع البريطاني لفكرة التشريح آنذاك وبالتالي التبرع بجثة لإجراء بحوث عليها فما توفر منها كان للمجرمين ممن يحكم عليهم بالإعدام ذلك الرفض ارتبط بمعتقدات المسيحية التي سادت أوسط المجتمع أوى إلى القرن التاسع عشر والتي جسد التشريح بالنسبة لها فكرة العقاب للمجرمين والقتلة فبحسب الدين المسيحي فإن من لم يدفن بكامل جسده لن يبعث يوم القيامة برغم من أهمية التشريح لتقدم الطب والإنسانية لا إلا أنه شكل كابوسا لعمة الناس في ذلك الوقت وخاصة لارتباطه بسرقة الجثث دون إذن أو علم من أهل الميت وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الجثث لإجراء الأبحاث الطبية فكانت تسرق الجثث من قبل متخصصين وتبع للجراحين بأثمان باهظة قد تكون كيفية بداية تطور على التشريح مظلمة ولكن المساهمات التي قدمها أطباء التشريح في تلك الحقبة كانت عظيمة فالأدوات والمعلومات التي وفروها للطب البشري أنذاك تستخدم في يومنا هذا في مجال التشريح وجميع هذه الاكتشافات لازالت حاضرة في كتب ومراجع التشريح في العصر الحاضر وإن كانت تبقي في أذهاننا حقيقة أن التقدم البشري لا يمكن أن يتحقق بلا ثمن إنساني من متحة في لندن سمح حمدان بي بي سي